لو عندي عمر يكفي فنشرت تعاهيم الديني ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال الشريعة حلقتنا لهذه الليلة بعنوان الصوم حكم وأسرار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وتذلل لله وخضوع فإذا جاع من ألف الشباع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع وكيف ألم الجوع إذا لذع لكل عبادة حكمة وهذه العبادة ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة ما هو الصوم وما هي حكمه ولماذا شرع أو أنزل فيه القرآن وكيف يعود أثره على الإنسان المسلم وكيف يمكن أن نستعد له نناقش هذه الأمور وغيرها مع شيخين كريمين الشيخ واصل عبادي والشيخ محمد صلاح فأهلا وسهلا بالجميع حياكم الله شيخ واصل أهلا وسهلا حياك الله شيخ محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخوان الكرام شيخ محمد أبدأ معك ما هو رمضان لماذا سمي بهذا الاسم وما هي مدلولاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان آمين إنه ولي ذلك والقادر عليها أخي الحبيب مسألة والمشاهد الكريم مسألة ما هو رمضان أنا أظن أن المسألة اجتهادية كل أحد قد يقف على معنى من معاني هذا الشهر الكريم ويتكلم عنه لكن لو جئنا إلى المدلول اللغوي هو مصدره الرمض ولذلك سميت الصحراء رمضاء ما معنى الرمض؟ الرمض أي شدة الحر ولذلك سميت الصحراء رمضاء شدة الحر فسمي رمضان نسبة إلى هذا المصدر الذي تشتك منه جميع الأفعال والأسماء الذي هو الرمض لأنه يحرق الذنوب جميل كما أن الصحراء تحرق الذي يطاءها في شدة الحر نطيف فأخذ المعنى من هذا المعنى فأخذ المعنى من هذا القبيل والله أعلم في هذه المسألة لأن المسألة اجتهادية وقابلة للأخذ والرد فيها نعم وجعله الله عز وجل متوسط في هذه السنة وأعني بالوسط الخيار نعم اختاره الله عز وجل على أحد عشر شهر كما اختار الله عز وجل يوسف على إخوته إذ أنه الثاني عشر نعم كان حفاوتهم به واستقبالهم له على قدر هذه الأهمية جميل شيخ واصل الشيخ محمد ذكر أهمية أنه إذا عرفنا أهمية الشيء سيكون استعدادنا له بقدر أهميته إذن فما هي أهمية شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبير بصيره والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كفير ما بعد شهر رمضان ضيف وزائر والأصل أن تكون عند المسلمين حفاوة وترحاب آخر لأن هذا الشهر له مزايا وحكم لا يعلمها إلا الله تبارك تعالى والله أقول حقا حقا لا يعرف قيمة هذا الشهر ولا مكانة هذا الشهر إلا رب العالمين إلا الأصف المسلم الدائم أنه يحسن استقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان ويقوم بواجب حق القيام شهر رمضان استفاد منه النبي عليه الصلاة والسلام استفاد منه الصاحب رضون الله تعالى عليهم شاروا والتزموا الأمر لأن الله تعالى فرضه على الأمة فقال يا أيها كتب عليكم الصيام فردى وألزم وقاموا بحقه حق قيام الأمة الأسلامية اليوم لم استفدنا من رمضان حق الاستفادة ما استفدنا من أيامه ولا لياليه ولا ساعاته قد يمر على الكثير من الناس صوم رمضان لكن ما استفد منه نهائيا السبب هو الجهن يعني ما نعرف ما هو رمضان وما هي أهميته الآن الكثير من الناس لم يفقى حقا أهمية هذا الشهر واستغلاله سواء كان من أول يوم حتى يوم العيد وفيه من الحكم والأسرار والمنح والهدايا والجوائز والعطايا ما الله تعالى به يعلم لكننا ما استفدنا من ما استوعبنا حق الاستيعاب أهميته ومكانته وخصائصه منزلته عند الله عند من فرضه عليناه أعلم مكانة هذا الشهر الكريم فلا يعرف قدره إلا رب العالمي لو تذكرنا بعض الأشياء التي من أهمية شهر رمضان تذكر على أهمية شهر رمضان وأصل على المسلم أن يعرف قدسية هذا الشهر الذي فرضه الله جل وعلا ما المقصود بقدسية الشهر يعني مكانة هذا الشهر عظمة هذا الشهر عند صاحب إذا كان رمضان ضيف أيها فما الواجب على المضيف أن يكرم ضيفه طبعا الآن المسلمين اليوم يستعدون لرمضان يعني باستعداد متنوعة بالمأكولات والمشروب هذا من إكرام الضيف وهذا إكرام ضيف لكن نحن لسنا معنيين ونحن نستقبله بالطعام والشرب معنى ما هو أعلى وأغلى وأسمى من ذلك الصوم الحكمة التي شريع من أجلها أصلا أما بقية نحن نكون على طول أيام السنة ووضعنا طيب على أيام ونلبس على طول أيام السنة لماذا الاستعداد بهذا الشهر بالذات وترى الناس كثيرا عندهم أزدحان في الأسواق والمحنات التجارية وفي البيوت أيضا يعني شيخ أفوا يعني رمضان هل له ميزة خاصة كأهمية على بقية الشهور في مضاعفة الدرجات ومضاعفة العجور رمضان له أهمية كبيرة أيضا مضاعفة وهذا فرصة للتائبين فرصة للمذنبين الذين وقعوا في الخطايا والأثان فرصة للذين أغلقت بوجههم الأبواب وسدت وظنوا على أن قد أغلقت تقول الألباب ما زال مفتوح فرصة للذين سالكوا في طريقة المعاصي والذنوب والسيد تقول ما زال عندكم هناك وكأن الله تعالى منح هذا الشهر منحة ربانية للذين قد وقع أمرا ما منه أو بدأ منه مخالفة شرعية أو وقع في معصة من معاصي وكأنه فعلا خطر يجعل معك ثلاثين يوم مدرسة حقا رمضان مدرسة للصائمين يعلمك الصبر يعلمك الانضباط يعلمك احترام الوقت يعلمك حتى احترام أحاسك ومشاعرك تجاه هذا الشهر الكريم وهو فرصة أيضا لك تغيير تغيير من حياتك من أسلوبك من نموذجه من صلاتك حتى صادق قد تختلف صلاتك وأنت مع جمعة المصالين ولا تسبع أن تبعا عكس التيار بل تتسير مع التيار تماما والله تعالى قال لا يغير من قومي حتى يغير من بأنفسهم التغيير الصحيح يعني نحب الله تعالى ونحب النبي جاء رمضان فرصة للذي كان مقصر في انطلق فرصة للذي كان يعني لم يقرأ قرآن جاء الوقت عنده فرصة سالحة بأنه يقرأ قرآن ويراجعه كم كثبنا الناس زرناهم وزعناهم المصاحف وغيرها يقول لك والله حتى أنا بعضهم تحرج وأنا أعطيها المصحف ويتحرج ما الذي يأخذ المصحف ليش أنا قلت في نفسي والله أنا أحترمه وعز لي أن أتأدول مع هذا الكتاب وكان يقول أنا للطالة ما هيئة هذا الكتاب أيام طوال بل الآن الوقت أن تقول ها هو شهر رمضان قد قد أقبله وما عليك أن تفتح البابه من جديد وعلى مصراعيه وتترى ربا غفورا كريما رحيما سبحانه وتعالى فلا يغصد شيخ محمد هل لديكم شيء أيضا في مسألة أهمية رمضان أي نعم في مسألة الأهمية نحن أسلفنا أنه إذا عرف الناس أهمية هذا الشهر عرفوا كيف يستقبلون جميع كيف يعيشون أخي الكريم يكفي من الأهمية أن الله أز وجل جعل في هذا الشهر ليلة القدر خير من ألف شهر إذن من هنا تبرز مكانة هذا الشهر الكريم ما المقصود بخير من ألف شهر يعني عبادتها قيامها استغلالها القنوة بها بين يدي الله أز وجل التذلل لله أز وجل خير من عبادة ألف شهر يعني تقريبا ثلاثة أو ثمانين سنة ثلاثة أو ثمانين سنة ثلاثة أو ثمانين سنة نعم فيكفي أهميته في هذه الليلة من متى تبدأ ليلة القدر يعني كمداخلة سريعين أسألة ليلة القدر هذه عليها خلاف عند العلماء إلا أن الذي يترجح أنها في العشر الأواقر وتكون وطرة إما ليلة 21 أو 23 المتى مثلا بعد صاد المغرب بعد صاد العشاء المتى هي ليلة سميت ليلة والليلة معروفة أنها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذه الليلة إذن كجزء من أهمية رمضان ليلة القدر هل هناك أيضا أشياء أخرى تدل على أهمية شهر رمضان نعم من الأشياء أن الله عز وجل خص هذا الشهر الكريم بالقرآن فتلاحظ قول الله عز وجل في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مع أن القرآن لجميع الأشهر ليس لشهر دون آخر لكن هذه خاصة وميزة اختص الله عز وجل بها هذا الشهر ولذلك أخي لما يغفل الناس عن أهمية هذا الشهر تلاحظ البعض يعمل على قاعدة وتكون من بعده كوما صالحي أظن وصلت هذه الرسالة ما المقصد؟ يعني أن يبادر إلى الحرام قبل أن يأتي هذا الشهر كما عمل أخوة يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده كوما صالحين فبعض الناس لأنه ما عرف أهمية رمضان تلاحظ يقول ها كم باقي للشياطين حتى اتصفاد نريد أن نستقل لهذا الوقت قبل أن يربط الشياطين لأنهم غفلوا عن أهمية هذا الشهر فالذي عرف أهمية هذا الشهر لا شك أنه سيستعد ويهيئ ولذلك أخي الحبيب أسألة العرب عندها خاصة كرم الضيف أن يكرم الضيف ولذلك قال الشاعر العربي قال مطية الضيف عندي يعني الذي يركبه الضيف مطية الضيف عندي مثل صاحبها لا أكرم الضيف حتى أكرم الفرس يعني من إكرام الضيف أنه يكرم الفرس فمن إكرام رمضان أن نتخلق بأخلاقه أنا أريد أن أضرب هنا مثل بعض الشباب اليوم يعرفوا يعني في الدوريات الرياضية مثلا ريال مدريد وبرشلونة وغيرها لو أن واحد مدريدي يشجع مدريد وجاء يستقبل ريال مدريد بشعار برشلونة يلبس فنية برشلونة هل هذا أكرم الضيف؟ لأنه ما تخلق بأخلاقه حتى بمسألة اللباس فالأصل إكرام لهذا الشهر أن نتخلق بأخلاقه أن نبدأ نهيئ منزل رمضان الأصل في الضيف أن يهيئ لها المجلس منزل رمضان ومكانه هو القلب هذا الذي سينزل فيه رمضان فالأصل أن تصفى القلوب أن يفتح صفحة جديدة من الجود من الكرم من التسامح لكي يهيئ لقدوم شهر رمضان سلو الله نصف في قلوبنا شيخ واصل هل مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات كذلك في شهر رمضان أم المضاعفة للحسنات فقط؟ والله من لطفة الله في هذا الشهر أن الله تعالى قال إذا جاء رمضان غلقت صفدت فتحت فلم يعد للمتحجج مكان أنه صلي قال يخي شيطان أغوان قال والله بنفسي يصوم بس ما استرتنا اعمل قال نقول لها شيطان أنا مصفدين مربطين يعني باقي معنا هذا نفسي أصلا هل يريد حقا هل يريد أن يصطلح مع الله صحيح برمضان يلمع في أسباب كل المبررات قطعت انتهت عليه أصلا لأنه الآن رمضان إذا جاء رمضان غلقت وفتحت صفدت الشياطين كلها مربطة ما الذي ينبغي عليك خلاص يا أخي حتى لو كان عندك بنوب أو عندك من الزلات أو عندك من هفوات أو غدرات أو شي أنت الآن جئت على باب الكريم وطرقت بابه تركت الأبواب كلها إلا بابه تركت البيت كلها إلا بيته ولدت إلى جنابي وانطرحت على عتباتي ببغت يا رب أنا أجدك طائعا منيبا مختارا محبا أحبك يا رب وبرمضان والفرصة متاحة بين يدي رمضان عندي وأنا بإمكاني قد يكون القرآن كما ذكر الشيخ قد تكون قرأة القرآن فيها مضاعف والأجر فيها مضاعفة الأعمال الخيرية أي أن كانت من بر وصدقة وصلة وإنفاق وإفطار وغيرها كلها الأعمال فيها مضاعفة بس يبقى علينا مسألة التنفيذ أنا نريد أن ننزل هذا القرآن إذا كان هذا القرآن الرمضان هو شهر القرآن أجل واجب حول هذا الكتاب الكريم الذي يغيب من حياتنا تماما أعمال البر فيه مضاعفة والأجر فيه مضاعفة الاستغلال لماذا هذا الشهر بحيث أنه ما ينفو وتكشل الأوان وإياك أن تسوف إن شاء الله سوف أفعل غدا سوف لو قصر في بداية الشهر في النهاية فاتك الوقت وأنت تقول أنا إن شاء الله بقى معي 27 رمضان بإذن الله أجي 27 وأقومها كاملة وفيها وهي خارج من ألف شهر فاتك 27 ماذا حققت ماذا أنجزك خذ الشهر رمضان الذي فات عليه برغ أن العمال فيها مضاعفة قراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة وقيامه كله وكله أيضا تتقرب الله تعالى بجميع أنواع اللي بدأت ظاهرا وباطنا لكن الأصل السؤال الذي طرح نفسه من متى هل نحن جادين في الصلح معه مع هذا الشهر فقط وهي مدرسة أننا ندخل في هذه المدرسة نتعلم الصبر والثبث فيه إن شاء الله جميل شيخ محمد علاقة رمضان بالشكر أو علاقة الصيام بالشكر نعم علاقة الصيام بالشكر الله عز وجل قبل أن أتي لما دعني الصبر دستدرادا قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون ولعل هنا حرف من أخوات إنا البعض يقصد أنه المراد هنا به الترجي لا هنا لعل خرجت من معنى الترجي إلى معنى التحقيق إذا أنتم قمتم بهذا الصيام سيتحقق عندكم معنى التقوى مثلها مثل قول الله عز وجل في سورة آل عمران اصبروا يا الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إذا تحقيق فالشكر هو جزء من عفوا لعل لكم تتقون كل تحقيق ما المقصود بالتقوى إذن ثم مدام أنك دخل في هذا الاستطراد التقوى المقصود بها الوقاية بمفهوم بسيط جدا لها عدة تعاريف من ضمنها أنه يعني نسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب قال هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل وعمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أرأيت يعني لو مررت على أرض فيها شوق كيف تصنع قال أحمش يعني أتقي هذا الشوق نعم أشمر نعم أشمر وأمشي فمعنها أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وكاية ولذلك يا أخي العبيب أحيانا كيف تجعل بينك وبين الله بينك وبين الله عز وجل من الأعمال الصالحة وكاية لأن الله ولا بينك وبين عذاب الله بين عذاب الله نعم الله عز وجل ويحذركم الله نفسه يعني تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وكاية بالأعمال الصالحة نعم بالأعمال الصالحة لأن الله يقول ويحذركم الله نفسه فعن قد يخاف واحد من إنسان عادي فكيف ما تخاف من الله عز وجل تتقي بالأعمال الصالحة غضب الله عز وجل سخط الله عز وجل والشكر يندرج تحت التقوى لأن التقوى مفهوم عام فشكر الله عز وجل لأن الله عز وجل حباك في هذا الشهر من الحسنات من النعم فيحتاج الله عز وجل إلى شكر لا يعني فقر الحاجة أنه يحتاج من العبد أن يشكر إنما العبد هو الذي يحتاج أن يرضى عنه الله عز وجل يريد الله عز وجل أن يغفر له أن يقبله لأن الشكر يا أقواني بعض الناس يظن أن الشكر هو أن تقول لك الحمد ولك الشكر وانتهت المسألة لا الله عز وجل يعني دمر قوم سبا وكان واضح لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان وأفادتكم النعمة مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة نعم فالشكر يعني العبادة يعني القول يعني العمل يعني أن أتوجه إلى الله عز وجل بكل شيء أتوجه إلى الله بقلب بدعاء بكل هذه لأن رمضان هي نعمة من الله عز وجل فتحتاج إلى شكر ذي المنع تبارك وتعالى شيخ واصل في الحديث قال رمضان جنة إلا من خرقها من مقصد بخرقها؟ أصم جنة وبقايا لكن قبلها أعرج على ما ذكرها شيخ قوله في مسألة علاقة رمضان والشكر والله من أجل النعم وأبلغ النعم وتشكر المنعم عليها أن الله تعالى بلغك رمضان والله أنها من أجل النعم أن الله تعالى بلغك هذا الشهر غيرك لم يكتب له ذلك غيرك يعني ربما قد يعني يكون معك لها قبل رمضان بيوما أو يوما لكن يعني يا راقد الليل من سرورا بأوله إن الحوالث قد يطرقنا أسحارا حجم عليهم على كالموت وحرم هذه النعمة وأنت تشكر الله تعالى أن الله تعالى بلغنا نسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا وأمة محمد شهر رمضان والأمة الإسلامية في خير وعلى خير فهذا فضل من الله تعالى أن الله تعالى بلغنا يعني هذا نشكر الله تعالى على ذلك نشكر الله تعالى أن الله تعالى عافى لك سمعك وعافك في بصرك وعافك في بدنك وعافك في أهلك وعافك في وطنك وهذه من أجل النعم أنك تشكر الله تعالى عليها أن الله تعالى صرف عن كلمة البلايا والرزايا وكثير من الناس قد حرموا منها غيرنا محروم غيرنا يعني تحت يعني عرق الأنقاض غيرنا قتلوا غيرنا شردوا غيرنا ظلموا بدون وجه حق ونحن عافنا الله تعالى ومنحنا هذه النعمة نشكر الله تعالى عليها في السراء والضراء أن الله تعالى يعني كتب لنا العيش على ذلك نأتي للمسألة قال وإذا كان الصوم يوم أحده قال الصوم جنة بمعنى بقايا حتى مسألة التقوى ذكرناها قولي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب وكأنها معادلة إيمان إيمان زائد الصوم يساوي تقوى إيمان وصوم يدي لك تقوى ومباشر ويقول أن رمضان شهر وحيد يرفع لك منسوب الإيمان يدي لك تقوى يعني يمنعك عن فعل المعاصية ويدفعك لفعل الطاعة هذا مقشول رمضان فيه أخذك فيه أنا أشتعب برك أقول لك الشهر الوحيد الذي فيه من المنح الرباني أنه يزدد فيه الإيمان إذا ازداد الإيمان كان معك وقايا ذكر الشيخ الآية في آخر صلى الله عمران يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله دائما يجد أن هذا التقوى أنه يربطها دائما مع أصحاب الإيمان دائما تلازم فرمضان كأنه شهر تربي فيه على تقوى الله ويرفع عندك منسوب الإيمان وكأنه يقول لك إن أردت أن تصوم رمضان عليك بتقواه عليك بالخوف مني عليك بخشيتي في سركة وعلانيتك وإلا قد يكون الأخ مثلا فاطر في مكان ما فاطر من أحد أنه فاطر لكن من يعلم بأنه فاطر وجعل الصوم سر بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد إلا أنت ورب العالمين فقال والصوم لي لهذا الشهر أنه نسبه إليه فقال وصوم لي وأنا الذي أجزيبه فلا أحد يعرف الجزاء والعظم فيه إلا رب العالمين ولو ليكفي أن رمضان فقط منحك الإيمان هذا الإيمان الذي نحن بحث عنه من زمان جدا وكأنه شهر رمضان هذا يرفع لك منسوب الإيمان إن صمت قال لي يزداد الذين آمنوا إن صليت لي يزداد الذين آمنوا إيمانا إن تصدقت لي يزداد الذين آمنوا إن قمت رمضان مع التراوح والقيم ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمان لأنه عندك إيمان لكن رمضان جاء يرفع لك منسبة الإيمان بحاجة تأخذ جرعى ثلاثين يوم على الإيمان والتقوى والصلاح قالوا وما بعدها بعد مشوال وكذا تبدع عندك يعني وضع عبد مستقيم على أمر الله وعلى سنة رسول الله لأنه قد أخذ كما قالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فالتقوى الزاد ويحتاجها دائماً على سفر طيب شيخنا الكريم العلماء يقولوا أن الصيام هو الانتناء عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب والحديث كما ذكرت لك خرقها هل مقصود بالخرق الأكل والشرب والجماع والمفطرات الحسية فقط؟ شوف رمضان معك ثانتين مفطرات حسية ومفطرات معنوية معك مفطرات المحسوسة أكل الشرب والجماع إلى المعنوية غيبة نميمة مفطرات هذه مفطرات كلها أصلاح كان مفطرات حسية أو مفطرات معنوية مفطرات معنوية يعني ما عاد يصومش صومه صحيح لكنه مجروح خذيه واحد صومة الله يومه صايم لكن لسانه لا تكف على الغيبة ولا على النميمة ولا على الكريب ولا على السب ولا على شرب ليس نبي قال ليس بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بري هل حصل يكون وقف عند الحدود خاصة في أيام رمضان يا شيخ محمد ما هي الحكمة الاجتماعية من فرضية الصيام على الأمة الجمعاء نعم لعلنا نراحظ أن معظم العبادات معظم العبادات تأتي جماعية فشهر رمضان هل يعني من المعقول أن يأتي واحد يقول أنا صمت شعبة ليس مكبول فلذلك من الأشياء الاجتماعية واحد الوحدة على الصغير والكبير والفقير والغني والرجل والمرضى فتراحظ كل الناس في الحج يلبسوا الأثياب البيضاء ويتوجهوا إلى الله عز وجل سواسية كأنها رسالة أن اتحدوا الصلاة ولذلك الإمام يقول سدوا الخلل الخلل يعني لا تدع الشيطان يدخل من هذه الفرجة فلا تدع الشيطان أيضا أن يدخل إلى القلب من هذه الفرجة وهذه الناحية أيضا من الأشياء الاجتماعية أن رمضان يجعل الإنسان المتراث المتخم بالنعمة المرتاح الذي لا يعرف ما هو حال المسكين الجائع الفقير يعاني هذا الشيء لأنه يا أخي يقال أن النار لا تحرك إلا رجل من يطأها يعني يحس بهذا الشيء يعني إذا ذاق الألم وكذا الألم الجوع الحربانسي نعم إذا ذاق ذاق الجوع سيعيش آلام الفقراء سيعلم ما هو الحال الذي يعانوه بأكس أن يتكلم الناس كلام ولذلك دائما يقال فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل يعني الكلام يسهل أن يتكلم كل الناس لكن المعايشة الحياة أن تذوق ما يذوقه الفقراء أبلغ رسالة إلى الغني أن يعيش آلام هذا الفكير أن يتفقد أن يعطيه أن يتعاون معه هذه الرسائل الاجتماعية لطيف شيخ قايد أيضا ولعلكم لكم نشاط اجتماعي كبير في مسألة الفطار الصائم في مسألة التراحم الرحمة والتراحم هو جانب من الجوانب الاجتماعية التي أصبحت تفقد بشكل كبير في شهر رمضان فكيف يمكن أن يكون الصيام هو الدافع للتراحم بين الناس رمضان أيضا يعني عبادة كاملية جمعة بين الوحدة أن الناس يصومون جميعا في وقت واحد والإفطار في وقت واحد نعم وتجد كثير من الناس يتأدوا مع شهر رمضان برغم أن يفطار بين يدي لم يوقع الأذان إلا دقائق معدودة لكن لا يمكن أن يتجرع على الإفطار أبدا وهذا دير على احتراب الوقت والإنضباط وعلى السمع وطاح لا يمكن الناس أن يكون عندهم حب إلا بسمع وطاح تجد أيضا الأمر الآخر كما ذكر الشيخ الصوم يكون عمل جماعي الحج يكون عمل جماعي الصلاة تكون عمل جماعي الجهاد يكون عمل جماعي كل الأعمال تكون أعمال جماعية والصوم جاء الجميع بين هذا كلهم صوم يصوم الناس جميعا عند نزول الفتوى أنه غدا سيتكون أول يام رمضان صام الناس كلهم بلا استثناء رجالا ونسان إلا مكان معذورا صام الناس جميعا كلهم عند الافطار وجبة الافطار يفطر الناس جميعا بالأذان واحد يكون عند الناس نوع من التكافل ونوع من الحب ونوع من الرحمة لبعضهم البعض ما لا تروا في غيره من الأيام حتى ناهيك على مسألة الإفطار في المسجد خارج المسجد تجد بعضهم في الدكان أو في البقالة أو في الباصة أو في السيارة أو غيرها واقف ينزل لا يمكن أن يفطر الحال أبداً لا يمكن أن يحمل لك التمر ورجع عندك يقول لك أفطر أشتكسب منك أجل والله وادعي لي كنت أشوف أحد الأخوات توجي أجزاهم الله خائمًا كان يمر على أصحاب الإفطار ولا أحد يعرفه تمامًا ويوزعهم الماء والحليب والتمر ولا أحد يعرفه ويوزع للناس يقول يا أخواني 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 دعوا لي أنا مسكين مستحق والله العظيم سبحان الله فسألت بعض الأخوة هذا ما قالوا هذا فلا من الناس صاحب المواعد صاحب كذا وجزاء الله وخيراً ما أحد يعرفه فتكون تكون فيه رمضان الرحمة وحوب وحنية على بعضهم البعض حتى مسألة الضغائن والأحقاد تنتهي تمامًا وتزول فلو كانت هذه الطبائع والأجناس على مدر العام إذن الرحمة نأخذها لتكون محطتنا للتوقيف أعزائنا المشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود ونضيف فلا تذهب بعيداً لو عندي عمر يكفي فنشرت تعانيم الديني ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني لو عندي عمر يكفي فنشرت تعانيم الديني ما بين القاصي والداني إن أقصى المغرب للصيني أهلاً وسهلاً بكم أعزائناً ومشاهدين الكرام مرة أخرى لنواصل في هذه الحلقة التي هي بعنوان الصوم حكم وأسرار نرحب ضيوفنا الكرام مرة أخرى الشيخ واصل وشيخ محمد صلاح أهلاً وسهلاً بالجميع شيخ محمد أبتدئ عندك كانت حديثنا عن الرحمة والتراحم أسرى الله أنه جعلنا من المرحومين في شهر رمضان أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيماناً واحتساباً ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً ما معنى إيماناً واحتساباً نعم كل الحديثين صحيحين من صام رمضان إيماناً واحتساباً ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً نعم هذه كأنها وسام من النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جائزة بطاقة تشهر لمن يصل الأول لمن يحصل على هذه الجائزة إيماناً منه بأن هذه فريضة فرضها الله عز وجل إيماناً منه بأن يمتنع عن كل الأشياء التي حرمها الله عز وجل طيلة نهار رمضان واحتساباً هذه الجزئية يدخل فيها معنى الإخلاص إيمان تصديقاً نعم تصديق أن هذا فرض من الله عز وجل يجب على المسلم أن يعمل هذا الشيء واحتساباً أن يحتسب فيه معنى الإخلاص معنى ترك هذه الأشياء كلها أنها من أجل الله عز وجل لا لأن الناس أصلاً تركوا الطعام والشراب فجئت مع عامة الناس عادة نعم عادة ما أحجل الإنسان أن يحتسب في كل شيء الأجر من الله عز وجل ولذلك أخي الكريم على مسألة الاحتساب أن الأعمال مهما كانت أحياناً صغيرة يقصد بها وجه الله عز وجل يبلغ بها صاحبها الدرجات العلا لأنه احتسبها لله تبارك وتعالى ما أراد بها وجه فلان أو علان أو أن والصيام هو من أعظم الأعمال يحتسب بها الإنسان وجه الله عز وجل لأنه كما ذكر الشيخ واصل أنه لا يعرف أحد أنا ممكن أجلس معك هل أنت تعلم أني صائم؟ لا ممكن أعود وأأكل وأشرب ولا أحد يعلم أني صائم إلا المولى تبارك وتعالى فهنا يأتي معنى الاحتساب وأنا أذكر والإنسان يكون أحوج ما يكون لها مسألة الاحتساب وأنا أذكر هنا لطيفة أن الإنسان بحاجة إلى عمل صالح مرة ونحن في القاهرة ودخلنا إلى المصعد الأسنصير انطفأت الكهرباء ونحن في المصعد توقف المصعد فتوقف أنا قلت يا رب لعل في عمل صالح نقول يا رب خرجنا من هذا الناس مثل ما عمل أصحاب الكه فبدأت أقلب أقلب ما فيش ولا ذكرت شيء فما أحوج الإنسان إلى الاحتساب احتساب الأعمال الصالحة والإخلاص لله عز وجل في هذه الشيخ القيام بالمناسبة ما هو حكم صلاة التراويه؟ البال قد يسأل هذا السؤال حتى أنا سألوني في هذه المسألة واحد يأتي يقول لي ما حكم الأذانة الأول في يوم الجمعة قلنا هذا حصل على عهد عثمان بن عب continuar رضي الله عنه لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو ببيفر ولا عمر من سنة الخلافاء الراشدين نعم من سنة الخلافاء قال إذن صلاة التراوح قياسا على الأذان يا إما تؤذنوا الأذانة الأول في الجمعة ولا تتركوا صلاة التراوح قلنا لا في فرق بين صلاة القيام التراويح وبين الأذانة الأول في يوم الجمعة لأن صلاة التراوح هي سنة أصلا الذي عمل بها ابتداء هو النبي صلى الله عليه وسلم فنسبت سنيتها إليه صلى الله عليه وسلم لكنه تركها خوفا أن تفرض يعني خشية نعم وبعد موتين وبعد أجمع كل الصحابة وجمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب وكان علي بن أبي طالب يأتي ويقول نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا يعني حصلت هذه المسألة بالإجماع وفيها من الخير ما الله به عليم يعني نسأل الله عز وجل أن يبلغ عليها شيخ واصل أعود إليك شيخنا الكريم ما علاقة الصيام بالصبر والله رمضان هذا مدرسة أهل الصابري لا تختبر صبرك إلا في أيام رمضان وتجد كثيرا لو تتأمل أنت خاصا في واقعنا خاصا في اليمن الكثير إلا من رحمه الله ينفذ صبره في رمضان ينفذ صبره مع الجوع ومع ينفذ صبره في رمضان لأنه الحيث ذكرته سابقا من صام رمضان إيمانا وحتسابا ومن قام إيمانا وحتسابا إيمانا بفرضية وحتسابا لأجره لو أننا استشعرنا أنه نحن مأجورين أنت صايم لك أنك صابر أنت لحظة حيانا مشاهد يعني مؤثرة وطيبة ورائعة جدا صاحب الباصل عنده مصحف يقرأ فيه صاحب الباصل عنده واقف ومصحفه بيده صاحب الأب قال مصحفه بيده العامل ومصحفه بيده أمر رائع لو أننا عملنا القرآن على هذه المعاملة على طول العام أننا يعني أحققنا ما لم يحقه غيرنا رمضان جاء وأنت صائم أنت قد بلغ بك الصوم والجوع والعطش ما بلغه لكن نحن لا نتعبد الله بمسأة الجوع الصبر أنا صابر أنا محتسب للأجر رمضان يعلمني أن أضبط نفسي إنما الصبر عند الصدمات الأولى أنا أصبر وأحتسب أنه أنا أعتقابل مع ناس دائما قد يفقدوا عصابهم في رمضان أكثر مشاكل الطلاق في رمضان أكثر القاتل ترتدع نسبة الطلاق أيضا في رمضان مشاكل الحوادث الحوادث سيارات والدهس وغيرها كلها ترتدع في رمضان وحتى قبل الإفطار بساعات والناس يفقدون عصابهم بصحاب السيارات وبصحاب المنترات وغيرها ليس صائمين والله أعلم وكأن الصدم انتحار بالفرق قد يكون ربع ساعة عشر دقائق خمس دقائق لا تكرفش إن شاء الله فلو عود نفسها الصبر لمثل هذا فهو لمسوها أصبر إذا صبر على الإفطار صبر على صفحة القيامة قد تطور ربع ساعة 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 إلا ربع وكمل الناس وخرج عقال ما قاموا أن أعلم حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لكن أحيانا لا يمكن أن يحق الصبر إلا بالإيمان كلما رصح الإيمان في القلب ارتفاع منسب الصبر والصبر على قدر مشاقتك تحسس بأي لك من الله تعالى أن تجواء صحيح عندك ونعنى مشاقة لكن رمضان جاء يعلمك أن الصبر عملي كل مرة نتكلم عن الصبر والصبر والصابرين والصابرين والصابرة لا مرة هذه على الواقع جوعك ثلاثين يوم مع الأمة كلها ويأخذ درس منك عملي أنك تصبر يلا رواني صبرك الآن هل عين فتصبرك على مرتك وجهلك؟ هل عين فتصبرك على إخوانك؟ هل عين فتصبرك على إمام مسجد داخل داخل قبل الإفطار بشوية واقتقامة الدنيا وقعدت الناس كلهم فطروا والناس كلهم أذنوا طيب أصبر أصبر يقول لك ما إحنا صابرين لنا من الصبح تقولون صامعي طيب أصبر شوي إن شاء الله بقي قليل إن شاء الله لا تشغل نفسك بالإفطار حاول تأخذ لك مكانا جانباً من المسجد وانشغل بدعوات ورمضان فوصة لعشاق رمضان للذين يريدون العتق رمضان للذين يريدون رحمة الله تعالى في رمضان للذين اشتري ربي يغفر لي في رمضان يأخذ له جانب من مسجد ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الصاهم إيش نشغل بهذا وأود نفسك الصبر ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أما إذا فقدنا لو فقدنا أعصابنا وعملنا المشاكل في رمضان سنجني ثماراً نكدة والأمة اليوم تجني ثماراً نكدة لأنها فقدت صبرها على أقل القليل في رمضان هذا مدرسة عاملية لتطبيق الصبر على أرض واقع في حياة المسلمين رجالاً ونساء في المساجد أو خارج المساجد جزاك الله خيراً شيخنا الكريم الله تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما المقصود بنزول القرآن في شهر رمضان وما هي الحكمة أو المزية لنزول القرآن في شهر رمضان نعم نحن ذكرناها سابقاً ونؤكد عليها الآن مسألة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المقصود بنزول القرآن في شهر رمضان في شهر رمضان أي أنه نزل من اللوح المحفوظ دفعة واحدة في رمضان إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا ثم بدأ ينزل إلى الأرض منجما بحسب الوقائع كلما حدثت حادثة نزل القرآن إما يبين حكمه فيها أو يفضح فلان فيها أو يتكلم عن فلان فيها في غير رمضان في غير رمضان أما رمضان فنزل القرآن دفعة واحدة لكن الله عز وجل خاص هذا الشهر بالقرآن زياد على بقية الأشهر وإذا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بما أنه أنزل فيه القرآن كأن هناك ارتباط وعلاك وثيكة ما بين الشهر الكريم وبين رمضان ما بين القرآن الكريم تقسم الله ما بين الشهر الكريم وبين الكتاب الكريم القرآن ويكفينا أن نأخذ أفضل النماذج خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحن نعرف مكانته والله أخي الكريم أنت والشيخ والسادة والإخوة المشاهدون لو تكلم كل علماء الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وفه حقه لأنه الوحيد الذي ما خاطبه الله عز وجل باسمه مجرد فاتش في القرآن لن تجد يقول الله عز وجل يا محمد لكن يا داود إنا جعلناك خليفة يا موسى إني أنا الله يا آدم اسكن أنت وزوجك يا إبراهيم قد صد أكتر فإذا كان هذا محمد الذي هو عند الله بهذا القادر كان في رمضان أكثر ما يكون انضباطا بكتاب الله عز وجل أكثر ما يكون عودة إلى كتاب الله عز وجل يسمع من أصحابك كان يقول اقرأوا عليها أنا أقرأ وعليك أنزل يتدارس القرآن نعم أنا أقرأ وعليك أنزل كان أحب أن أسمعه من غيري كان يأتي جبريل يدارسه القرآن في رمضان فكأن رمضان شهر قرآن شهر تجرد لله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب الكريم جميل شيخنا الكريم يقول البعض رمضان هو شهر الانتصارات ما المقصد بهذه العبارة؟ أيضا مستطرد على ما ذكره الشيخ الذي يبحث عن الشفاعة المزدوجة ما المقصد شفاعة المزدوجة؟ مصطلح جديد القرآن والصيام يشفعان الماء يشفعان صاحب تصور هذا القرآن شهر كريم رمضان مبارك ونزل فيه القرآن الكريم على أفضل خلق وفي أطهر مكان ومع أفضل رسول وعلى أفضل نبي وفي أفضل ليلة وفي أشرف مكان أين مكان هذا الكتاب من حياة مسلمين اليوم؟ ويب من حياة مسلمين إلا من رحم الله هذا القرآن الله تعالى قال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هذا الكتاب الشفاء فيه والنور فيه والهداية فيه والفلاح فيه والفوز فيه لما تركوها الناس وراءهم ظهريا وقاد الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر القرآن تلاوة هجر تشافيا هجر تباويا هجر تحكيما فلا يحكم القرآن في حياة مسلمين أبدا اليوم فسبحان الله من الأفضل ليه في هذا الشهر الكريم المبارك جمعا ومزجا بين الثنتين أنه صوم شهر القرآن الكريم حتى بعد الصلف كان إذا جاء رمضان هذا خلاص ما عنده وقت ولا حتى للإفتاء ولا حتى للتدريس يريد أن يكون مع القرآن الكريم يترك كل شيء إلا القرآن القرآن الكريم قراءة وتدبر ومراجعة والله أخي الحبيب أني كنت أعرف أحد شيبة يحفظ القرآن من أن يقرأ إلى الناس وهو لا يقرأ ولا يكتب ما شاء الله كيف؟ قال كنت بالبلاد يفعلوا حلقة وأنا أستمع معهم وهم يقرأوا وأنا أسمع عشرين سنة خمسة وعشرين سنة قالوا ويحفظ القرآن يقول لك أنا ما أقرأ ولا أكتب بس أنت سمعه وأنا أقرأ له ما شاء الله كان عنده بحاجة اسمها مكانة القرآن الكريم عظمة الكتاب الكريم اليوم القرآن يهان القرآن يعني يمزق أكمل الطلاب الأختبارات ويرقى المصاحف والأوراق وكتب القرآن الكريم في المزابل كم نجمع من هذا اليوم القرآن اليوم قرأ القرآن للأموات ولم يحكم في الأحياء القرآن اليوم مهجور من حياة المسلمين عمليا ساعد نقرأه عندنا وطلاب وخريين جاء رمضان جمع بيننا قراءة القرآن القرآن والصيام يشفعان ومن سقط تقول طيب ما النبي كان أكثر أغازوات وكان أكثر جهاده كل أيام في أيام في رمضان طيب وهو صايم أيوة وهو صايم كان النبي يضارط وكان النبي يجاهد وأكثر الفتوحات والانتصارات حققها النبي وهو صايم وكأنه يتعبد الله بهذا العمل وأنه لن تقوم للإسلام قائمة أو يقوم للدين قائمة إلا إذا حققنا مبتغاه ماذا يريد مننا أخصنا الصوم يعني ماذا يريد مننا ربنا جل وعلا أن يحكم كتابه وأن يحكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو أننا صائمون لكن أنا عالة صائمين وما أن ندخل بأحد لا نمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا نوجه ناس إلى طرق الخير ولا نقوم بفتوحات وما استذلنا العدو في الداخل أو في الخارج إلا يوم أن تركنا العمل بالدين والنصر بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم نصر اليوم أن ننتصر على أنفسنا من الداخل إن أنتصرنا على أنفسنا سننتصر على واقع كيف ننتصر على أنفسنا؟ المقصوم أن نبدأ أننا نغير أنفسنا ننتقل من البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة ومن الشر إلى الخير ومن الخيانة إلى الأمانة حتى نجتم نغير أصلا أناُ عند Een whip أكったs' الأية قال الله قال لمن شاء منكم أي وكأن رمضان لمن شاء منكم أن يتقدم أم يتأخر رمضان جاء إما يتقدم أو يتأخذ أما تجيب بعضهم راكد راكد جار رمضان فقط يعني المسبحة معه ولسانه لا يفتر عن الغيبة والنميمة والكذب في المسجد أو خارج المسجد في السيارة أو في الباصل أو في أي مكان يفتك في عرض المسلمين علماء ودعاء وصالحين وأئمة وناس يا أخي ما هذا البلاء أي صوم أنت تصومه الآن لماذا تخذ صومك وتجرح يعني يومك وتخرج من اليوم كأنك ما صمت رمضان ولا يعني أستشعرت قيمة الصوم وعند الإفطار الدعاء لكن يحتاج لو صبر نفسي على طاعة الله تعالى وقراءة القرآن يعني من بعد صلاة العص ومحافظة على صلاة القيام يبدأ يومه بالصلاة ويختم يومه بالصلاة ويكون يعني أسعد الناس على وجه المأمورة لأنه في النهاية نحن فوق الكوكب الأرض يتكون لخلق أن الله لعبادته وطرق جدنا مغريات وجعل الدنيا هذه عبارة عن دار فقال في صورة آهل عمران زين للناس حب الشاوات من النساء والبيون كلها قال الله قال ذلك متاع الحياة الدنيا فكل ما عليها متاع فجعل الله رمضان هذا محط احتمال أنا أشتي واحد يصوم رمضان ويستشعر على أن رمضان آخر رمضان من حياته نشتي نصوم رمضان كذا ونقول في المسنا احتمال رمضان هذا القرص منعني ربي آخر فوصلنا نصوم هذا الشهر كيف سيكون حاله الله أكبر نحاول نحن نصوم صوم من ظن من اعتقده مثل ما نقول صال لي صلاة ودى ونحن نقول صوم صوم أي شيء صوم ودى نعم شيخنا الكريم شيخ محمد كيف يمكن أن نستعد أو أن نستقبل شهر رمضان خاصة في الأيام الأخيرة من شهر شعبان الاستقبال قلنا أنه على عظم مكانة الضيف يبدأ تهيئ الاستقبال له نعم فإذا كان الضيف عظيم يبدأ صف الاستقبال تهيئ المجد تهيئ الشيء فأعظم شيء يستقبل به رمضان أن نهيئ هذه القلوب لرمضان يا إخواني كم سمعنا من الوعات والخطبات والمحاضرين ويتكلموا عن رمضان وكيف نستقبل رمضان ويبقى كل هذا كلام لكن الواقع العملي أحيانا لأننا ما استقبلنا رمضان نأتي إلى رمضان وبعض الناس رمضان عنده شهر المشاكل ما يعرف المسجد طول السنة فإذا جاء رمضان دخل المسجد يشغل عباد الله هذه ما الكذا وهذه صنع كذا وهذه ما صنعته فيها كذا تقول لك قال رسول السلام قال يا أخي أنا أكها نبي وجدي يقولوا كذا أجعلت يعني ما الفرق بين هذا وبين قول الله عز وجل وإذا كانوا اتبعوا ما أنظر قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا وأجداء آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقون لشيء ولا يهتدون فأن تهيأ هذه القلوب فرصة للتسامح فرصة لأن نغير كما ذكر الشيخ أن نغير والتغير يبدأ من هذه النفس إذا انتصرنا على هذه النفس بالصبر والأناه والحلم فسنبدأ التغير من الداخل ثم نغير كل شيء في الواقع فرمضان فرصة للتغير نبدأ نهيئ أنفسنا من الآن كيف نهيئ أنفسنا؟ نهيئ أنفسنا بتهيئة القلوب بالتسامح النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلال أسمع دفنا عليك في الجنة ويسأل فلانا ماذا كنت أعمل فأحدهم يجيب ويقول إذا نمت لا أحمل في قلبي على أحد أن تصفي رمضان فرمته طيب يعني تصفية القلوب ثم ماذا يضم أجم كم الأعمال نعملها حتى نسعد شاء رمضان قراءة القرآن من الآن نبدأ تهيئة أيها لأنه حتى في الفرقة الرياضية قبل أن يخوض المباراة يبدأ بالتسخين تمرين نعم بالتمرين فيبدأ بقراءة القرآن يبدأ بزيارة الأرحام يبدأ بكل هذه الأشياء التي تهيئه بحيث يدخل شهر رمضان والرجل قد بدأ بداية صادقة وعودة صادقة إلى الله عز وجل في هذا الشهر نسأل الله أن نكون من البقاء آمين أمين رب العالمين شيخنا الكريم يقال عن السلف أنهم كانوا يدعون الله ستة تأشهر بأن يبلغهم رمضان فإذا انصرف دعوا الله ستة تأشهر أن يتقبل منهم هذا الشهر الكريم ما هي منهجية السلف في الاستعداد الرمضان وفي العيش مع رمضان تستطيع تقول ما كان حبهم لرمضان لذاته لكن حبهم لفرضيته ولي من فرضه وكانوا إذا جاء رمضان يستقبله يحبه يعني الاستقبال قد يستقبله ستة شهر ويودعه ستة شهر مثل الأولين لما كان يروح يحجوا يروح يحجوا كان يروح يحجوا الرجل أحيانا ولا على الجمال ولا على الدواب ويسر حجز شهرين وتأشهر ويرجع قد تاعب لكن تأل على عظم الأجر يقول لك يعني ذقنا حلاوة الأجر ما بش مثلها خالص الله أكبر لأنه في فرق بين واحد محب أنا عجبتني عبارة قوة بعضهم يقول لا تفتح بالتمني لا تفتح بالتمني فيفوت قطار الطائعين لا تفتح بالتمني تقول إن شاء الله إذا جاء رمضان بإذن الله نقري قرآن إن شاء الله الحمد لله وإذا جاء رمضان سوف نصلي لا تزرع السوف من الآن تستقبل رمضان بتوبة صادقة تقول يا ربي أنا ناوي يتوب صح أنا ناوي يتوب ويقع على الجهر جاء صح ما الذي يفعله؟ يتوب الله تعالى كما قال واحد الإقلاع عن الذنوب المعاصي والسيئات بقدر طاقته ما ما كانه بشر في النهاية هو بشر تحكو بشريته ما بش واحد نعصوم لأن العصمة دفنت يوم ودفن النبي المصطفى والحرم فلا عصمة بعد النبي لأحد لكن واحد نستقبل مضاك هذا بتوبة صادقة أنه نحن نطهر قلوبان يعني من الحقد والحسد والكراهي والبغضاء والمعادة نحن كلنا أخوة لأنه في الحجيات قال إنما المؤمنون إخوة يا أيها أنتوب إلى الله اشترط أن تكون توبة نصوح لماذا أنا أشتري أتوب إلى الله تعالى عشان رب يكمل لي حقيا النور وأنا أبحث عن النور هذا ما نتفقد في الظلمات هنا نبحث عنه كان حتى من دعا من كانوا قبل يقولون ربنا أثمم لنا نورنا اشتري ارتقوا إيمانيا فقال الله تعالى عن هذا الصنف بالذات يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله لماذا أشتري فعلك من سوب الإيمان رمضان جاء وأنا أعلنت أقول يا ربي خلاص أنا أنا ويكتوب إن شاء الله تعالى وأفتح صفحة جديدة مع الله اثنين إعداد أستقبل رمضان بالإعداد نفسي أهيئ نفسي للصوم رمضان لأن أنت لاحظ حتى لأولاد مثلا لما يتصوم أولهم يصوم عقل الظهر ويبدأ عندهم نعمل فتور وكذا حتى حيانا قد في العاصر إذا جتوا اليوم الثاني أحيانا العامل النفسي لما يشوف زملائه كله صايم منه فاطر اليوم الثاني يحاول بقدر يمكن لابد أن يصوم لأن العين زملائه كلهم صايمين إذا عنا الأبو وهم كلهم صايمين عند الإفطار قابل الإفطار بدقاء الدعوة يلا واحد من عيال ندعينا إن شاء الله تعالى بالذي عنده قد يكون إعداد نفسي أيضا نعد خطة عمل كيف يعني نستقبل بعدة بعد ماذا خطة العمل يعني خواطر في المساجد خطب محاضرات ندوات لقاءات زيارة للناس حتى في مقائلهم ننزل بعد التراويح الناس كلهم مهيئين نفسيا مهيئا قلبيا بس يحتاجوا إلى الدليل نحن اليوم بأمسل حاجة إلى قدوات لسنا بحاجة إلى قدرات عندنا قدرات هائلة نستطيع أن نصنع ما لا يصنعه أحد لكن ما عندناش قدوات إذا عندنا قدوة تستطيع أن تصنع ما لا يصنعه غيرك رمضان نجعل على الأبواب نستقبل بالتوبة نعيد نفسنا عدد نفسي أنا والملاء والجهال وأخواني أيضا عداد خطة دعوية نزل للناس خواطر بيان حكم رمضان أهمية رمضان المفسدات في رمضان المفترات في رمضان حكم الواقع بمعصي في رمضان حكم الواقع في إثمي رمضان لأن الكثير من الناس قد يصنع لكن يعرف الحكم نعم قد يقع في معصية ومشعافة الحكم قد يخلص رمضان وانت لكن ما عرفش الحكم نبين للناس توزيع الناس الكتاب والشريط والرسالة والمطوية للناس يقولون هذا رمضان هذه فرصة استانح بين أيدينا لعل الله تعالى أنه ذاركنا فيه ونحاول بقدر إمكاننا على أن نستقبل ومش نستقبل بأصناف الطعام والشراب والملبس هذا ما أمر مطلوب ونحن يجب أن نكون على طول السنة لكن معنا هذا فرصة ما بيش معك بسنة له ثلاثين يوم فرصيات ليدك إما أن تحفظ أو تضيع فإذا حفظتها حفظك الله تعالى أخذت منه زادت تتزود منه لسنة كاملة بإذن الله تعالى أنت وزوجتك وأولادك وإخوانك والناس بأمسح إلى كلمة طيبة عداد الخطب والمنشورات والرسائل والمطويات والندوات واللقاءات والنقاشة حول هذا ونحاول أن نجمع ولا نفرق هذه كلمة خاصة للدعاء والمرشدين نجمع ولا نفرق نبني ولا نهدب نصلح ولا نفسد ودي واحد حصل نشاز في رمضان أو في غير رمضان نشاز قطار الدعوة ماضي ونقول لكل من سولت له نفسه أن يرفع صوته على لا إله إلا الله أو على النبي عليه الصلاة أو على أصحاب رسول الله أو على زوجات نقول على رسلك إن الإسلام كل يوم يتجدد ولا يتبدد بإذن الله ولا تحزن إن كنت مع المسلمين الموحدين الصادقين في قطار الصالحين فست به ورب الكعبة وإن تخلفت خبت وخسرت فنقول يعني تأمل في من كانوا قبلك ماذا فعلوا؟ أيدنا المالك والغساسنا والعثمانيين والأتراك دولة بعد دولة وأم بعد أم جيل بعد جيل ماذا فعلوا؟ ذهبوا كل من دثروا يعني وبقي الإسلام شامخا وسيظل شامخا لأن هذا الدين وشريعته والله قد قال يريدون ليطفئ نور الله بأفواه ويأبى لا يمكن لأن لأن البقاء لهذا الدين والله جل وعلا ارتضاه لنا فقال ورضيت لكم الإسلام دينا شيخ محمد هل ممكن أن تضع لنا جدول عملي للمسلم أو برنامج يمكن أن يعيش عليه إنسان مسلم في شهر رمضان؟ هو البرنامج يكون على حسب الشخص نفسه نعم لكن نقول مثلا لدعاه أو لعاملين أو بالإمكان مثلا أن نرفع لكل يوم شعار في رمضان جميل مثلا يكون هذا اليوم شعار الرقابة لليه رأيتموني أصلي أنا عند حصن ظن عبدي به الرقابة لله تبارك وتعالى صلي تصل كل هذه شعارات اقرأ ورقة يعني أجل أن نحفز أنفسنا نعم شعارات ثم نعمل تحت هذه الشعارات ما مسألة برنامج يعني أصلا طبائع الخلق تختلف من شخص لآخر بعض الناس يعني عنده برنامج أن ينام إلى الظهر لا أنا هذا الذي أقصده يعني أنه البعض قد يكون في رمضان نعم يعني أدخل عليه رمضان فالذي يحدث أنه يغير الليل نهار والنهار ليل نعم وطوال النهار والنائم وهذا الذي أريد أن أعنيها الآن في الحديث نعم بل بعض الناس يا أخي الكريم يتحول في رمضان من بشر إلى قطعات متفجرة زوجه في البيت تقول لأبنائه انتبهوا أبوكم صايم خلاص يعني أعلنت حالة الطوارئ لما صح وتقيرت حياته أصبح الليل نهار والنهار ليل بل الأدهى والأمر أن الليل النهار ليل ينا ويقوم في نهاية اليوم ولم يصلي أي يصوا من هذا ثم يفطر وبعدين وقت بعدها وقت نزول المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا هل من هل من هل من الناس مشقولين إما مخزن أو واحد بيهدد منه يقول قفلت على شيش أو طيب قفلت على شيش والله عز وجل يخاطب الآن هل من هل من هل من فالأصل يعني أن يبدأ الإنسان مثلا ليكون قبل الظهر هذا وقت قراءة قرآن ثم صلاة الظهر مع الجماعة ثم يحضر درس ثم يذهب لكضائح يعني أي شيء من حوائجه من سوق أو غيرها ثم يعود مع الناس بعد العصر يسمع الدرس يسمع المحاضرة يسمع الخاطرة وأعني أهم ساعة يجب أن يستغل لها الإنسان هي الساعة التي ذكرها الشيخ قبل الأذان دعوات لا ترد نعم هذه وقت وقت الاستجابة وقت ثلاث دعوات ها متى سيؤذن متى سيؤذن لو أنك منشقل مع الله عز وجل لتركت كل ما دون الله عز وجل لأن الإنسان إذا دخل في دعاة أو في صلاته قال النبي انتصب المولى تبارك وتعالى لعبده في صلاته فإذا انصرف عنه قال انصرف عني عبدي نعم انصرف فأنت في هذه الساعة كن قريب من الله عز وجل أجيب الله عز وجل دعائك وهذه يعني تحتاج إلى برنامج عملي ينشط الإنسان في نفسه يصبر نفسه مع الصالحين لأنه هذا من الزاد من الأشياء التي تعينك على أن تستغر رمضان الاستقلال الأمثل الله عز وجل ذكر كلب في كتابه الكريم رابعهم كلبهم خامسهم كلبهم لأنه مجى مع هؤلاء الصالحين فذكر عند الله عز وجل إذا مجى الإنسان مع هؤلاء الصالحين لا شك أن برنامجه سيتقير سيتقير ما بنفسه فيغير الله عز وجل ما بواقعه وحياه جميل ثم يصلي إذا صلى مثلا مع الناس المغرب يصلي العشاء ثم التراويح نعم يصلي مغرب ثم يصلي التراويح يا أخي الكريم هي فرصة فرصة قد لا يجدها مغرب قد لا تتعوض قد لا تعيش إلى ربضان الآخر بل قرأت أثر والله أعلم من باب الأمانة العلمية لا أعلم مدى صحته أن الملائكة تستأذن من المولى تبارك الله أن تحضر مع أمة محمد صلى الله عليه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذلك جميل ثم أيضا لو صلى الفجر نعم وإلى أن يشتشرق الشمس ودعو حجة وعمرة تامة نعم وصلى ركعتين حجة وعمرة تامة الله أعلم فالأوقات كلها مزارع والتاجر الرابح ومن تحين وقت الصفقة تزاكر الله وانتبهى لهذه الصفقة كلمة صغيرة تختم بها البرنامج شيخنا الكريم والله بالرنامج الذي ذكره الشيخ قراءة القرآن والصلاة ومحافظة على الصلاة والجماعة في المسجد وصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والأعمال الخيرية هذه كلها أعمال بر وتسأل نفسها أنا ماذا أريد من رمضان أنا أشت من رمضان بالضبط أنا صايم صح أنا صايم الحمد لله بس أشت من رمضان أنا أبحث عن رحمة الله ويقول يا رب رحمي أنا مقصر وانا أبحث عن مغفرة الله تعالى وانا في العشر الأول والثاني وقال يا رب اغفر لي وانا عندي ذنوب وزلات وهافوات وغدرات وفجرات لأعلمها لرب الأرض والسماوات جئت هذا الشهر لعل الله تعالى أن يغفرها في النهاية أريد عتقا نسأل الله نحن أحن أحن فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا وأمة محمد أجمعين إن شاء الله تعالى والوحد لا تفوت هذه الفرصة لعلها آخر فرصة من أيامه وربما أن له لأدركها بعد فليتبع لنا ذلك ولا يسوه ويستعم بالله تعالى ولا يعجز وكلما اقترب العبد من ربه خطوة تقرب إليه باعا والكريم جل وعلا الله أكبر تزاكم الله خير شيخنا الكريم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا محمد بارك الله فيكم أعزائينا ومشاهدينا الكرام مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام نتلقاك بقلب مفعم كل حب في سيس والمولى حرام لا تعذبنا فقد عذبنا قلق أسهرنا جنح الظلام لم يبقى في الأخير إلا أن أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكرا جزيلا أشكرا جزيلا أشكرا جزيلا أشكرا جزيلا أشكرا جزيلا لنشر تتعانيم الديني ما بين القاصي والداني أن أقصى المغرب للصيني اشتركوا في القناة